هذه مواقع جديدة في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء الاستراتيجية وسط اليمن أعلن الحوتيون استعادة السيطرة عليها من القوات الموالية للحكومة وهذه مواقع أخرى أعلنوا استعادتها أيضا في جبهتي الضحاك والصومع وهؤلاء مقاتلوهم الذين أعادوا نشرهم في المناطق ذاتها التي استعادوا بسط سيطرتهم عليها كما يقولون تم سيطرة على مديرية الزاهر وبإذن الله قادمون إلى الحبج وما بعد الحبج وإلا أيافه وبإذن الله بعد من بعدهم إلى أوتارهم القوات الموالية للحكومة المسنودة بطيران التحالف تمثي سيطرة الحوتيين على منطقتين الزاهر والضحاك بشكل كامل وتؤكد تصديها لمحاولات الحوتيين التي وصفوها بالفاشلة في استعادة ما سيطروا عليه خلال الأيام الماضية المعارك في محافظة البيضاء كر وفر بسبب الخارطة القبلية والتجاذبات القبلية بين بعض القبائل مع طرف ضد طرف آخر جبهة مأرب خفتت حدتها قليلا منذ ارتفع وقع المعارك في محافظة البيضاء المجاورة والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى والأسرى من الجانبين خلال أسبوع واحد فقط يبدو أنه لا نهاية تلوح في الأفوء للحرب في اليمن فالقتال المتصاعد يوما بعد آخر قتل كل المساعي المحلية والإقليمية والدولية بإعادة ولو بصيص أمل في سلام مستدام في البلاد نبي رليسوفي العربي صنعا من أستنبول معنا البحث السياسي اليمني عادل ديشيلة سيد ديشيلة الحكومة تتحدث عن تقدم كبير في البيضاء وعن تكبيد الحوثيين خسائر فازحة كيف نفسر هذا ما يجري في البيضاء بسم الله الرحمن الرحيم أولا تحية لك أخي الكريم هذا نتيجة طبيعية أن يتقدم الجيش الوطني اليمني والمقاومة في هذه المحافظة أولا أن هذه المحافظة هي منطقة استراتيجية وترتبط بأكثر من محافظة في وسط اليمن وجنوب البلاد وشرق البلاد ثانيا أن من يواجهون الحركة الحوثية اليوم هم أبناء هذه المناطق أي أنهم يدافعون أو يريدون استعادة مناطقهم وأراضيهم وكذلك بيوتهم التي شردهم منها جماعة الحوثي ولذلك اليوم هذا التقدم العسكري للجيش اليمني يعني انتصار معنوي واستراتيجي وعسكري وسيقرب أنا من وجهة نظرية الشخصية في حال تم استعادة مركز المحافظة البيضاء عمليا ستنهار الحركة الحوثية معنويا في هذه المناطق وبالتالي يمكن أن تتقدم قوات الحكومة اليمنية إلى منطقة ذمار الرابط بين العاصمة الصنعاء ومحافظة إب ومن هنا يمكن القول يعني بعد ذلك يمكن أن تأتي الحركة الحوثية إلى طاولة المفاوضات ومن ثم بناء عملية سياسية يعني تضم جميع الأطراف ما في ذلك الحركة الحوثية ولكن الحوثيين يقولون أيضا من جهتهم سيد ديش لأنهم استعادوا بعض المناطق التي استعادتها القوات الحكومية وكأننا في نفس الحلقة التي وسمت الحرب في اليمن وهي الكر والفر سقوط منطقة لا يعني انتهاء المعركة مع الحركة الحوثية ونحن ندرك أن الوضع في اليمن خرج عن السيطرة هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعترف بها جميعا أولا هناك عدة أطراف إقليمية متورطة في الصراع اليمني وتريد استنزاف جميع الأطراف ولكن في واقع الأمر الحركة الحوثية كحركة متمردة على الدولة ومتمردة أيضا على الدستور والقانون لا يمكن أن تحكم البلاد بقوة الحيد والنار والمواجهة مع هذه المجامعة المسلحة مستمرة حتى ولو تخلى التحالف العربي والإقليم والمجتمع الدولي عن الشعب اليمني مما يعني أن هناك ربما حسابات خاطئة لبعض دول الإقليم المتورطة في الصراع اليمني وبالتالي تريد استنزاف جميع الأطراف نحن ندرك بأن هناك أطراف إقليمية لا تريد الحكومة اليمني أن تتقدم عسكريا في هذه المناطق ورأينا التصعيد الإعلامي من قبل ما يسمى بالانتقال يوم أمس فد الحكومة اليمنية وحتى الخارجية الأمريكية والسفيرة القائمة بأعمال السفار الأمريكية حذرت المجامع الانفصالية من الاستمرار في التصعيد سواء الإعلامي أو السياسي بأن هذه المجامع أي الانفصالية ربما تدفع الثمن في المستقبل ومجتمع الدولي لن يقف مكفوف الأيدي عما تقوم به هذه المجامعة المسلحة إذن هناك حسابات إقليمية متورطة داخل أراضي الجمهوري اليمنية وأبناء يمنهم يفعل الثمن كررت أكثر من مرجى أن هناك حسابات إقليمية ودول إقليمية لا تريد لحكومة اليمن أن تتقدم وتحرز نصرا عسكريا من هي هذه الدول؟ أولا علينا أن ندرك أن الإمارات دولة كدولة يعني معتدية في الحقيقة على أبناء المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية ولديها استراتيجية واضحة وتريد الاستيلاء على هذه المناطق وإن كانت شريك في التحالف العربي ولكن أجندة الإمارات واضحة في هذه المناطق الاستراتيجية والإماراتيون يعلنوا منذ اليوم الأول بأنهم ضد الحكومة اليمنية أي ضد الأطراف التي تواجه المشروع الإماراتي في هذه المناطق وعلى وش التحديد أحزاب سياسية معلومة تقصد حزب الإصلاح لأن الإمارات تريد فصل المناطق الينوبية عن الشمالية نعم تمام في هذه الحال ما خيارات الحكومة اليمنية لأننا نلحظ في الواقع أن هناك قصف للتحالف على محافظة البيضاء هل تعتقد سيد ديشيلة أن التحالف عندما يتدخل يحرز فرقا على الأرض فعلا هذا الفرق الذي لم نجده كثيرا في مأرب مثلا بكل تأكيد لو سمح للجيش الوطني اليمن أن يتسلح عسكريا لكانت المعركة مختلفة تماما من قبل فترة ولكن نظرا للاستراتيجية التحالف العربي في اليمن نحن نرى الإخفاقات ونرى أيضا الفشل أحيانا في العمليات العسكرية وعلينا أن ندرك أن الإدارة الأمريكية مؤخرا حاولت أو أعلنت بأنها ستعيد التعاون مع الجيش اليمني ومع قوات الأمن اليمنية وفي حال صدقت الحكومة الأمريكية في مساعدة الجيش الوطني اليمني أنا باعتقادي أن الجيش اليمني يستطيع أن يحسم المعركة عسكريا في المناطق الشمالية والجنوبية ولكن نظرا لوجود الإمارات على الخط كدولة يعني وظيفية تخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية والدولية بشكل نعام تمنع أن تتقدم الحكومة اليمنية وهناك تناغم بين المشروع الإيراني والمشروع الإماراتي في المناطق الشمالية والجنوبية على حد سواء وأبناء اليمن هم من يدفعون الثمن شكرا جزيلا الباحث السياسي اليمني عادل دشيلة في الصلاة